طيب كابتن محمد هسألك السؤال المباشر هي طريقة اللعب مسلماني مع الاهلي طريقة اللعب الخطة ايه النهاردة من احد الاسباب اللي حسيت ان مسلماني خلاص يعني يجيب الانفاس الاخيرة في مصر المؤتمر الصحفي اخر 3-4 اسئلة واحد سألوا نفس السؤال انت بتلعب بطريقة ايه 4-2-4-4-3 الطبيعي يقول له ممكن فيه متشاط بلعب كده فيه متشاط كده وفيه متشاط تانية وفيه متشاط بغير تخطفين تلاتة من حقك طبعا كمدرد ده الطبيعي انت تقول كده لو انت واصق او عندك ثقة مش متحفز للي قدامك لان قبل واحد سأل سؤال برضه ورد عليه بطريقة مش حلوة المرة دي قاله قاله انت شايف ان انا ممكن العب بطريقة ايه انا انا بعت بالطريقة اللي بتكسبني طريقة الرد حاسس انه هو مش وعلى فكرة هو فنيا يتجدد له فنيا وارقام فيش خلاف يتجدد ولكن نادي الاهلي احنا سنة 94 قلن هارس خاد الدوري وكاس وكاس افريكيا ومشي تاني سنة ففي حاجات كده هم لجمة التخطيط اولاد الكرة او ادارة النادي بتشوف بتقيم المدرب مش فنيا بس تصريحات وسلوكيا انا بقولك طريقة النادي الاهلي اللي دايما بيكسح بها اي حد وبيضغط على اي حد وبيفرقش معا حاجة اربعة اتنين تتاة واحد تضغط الفرقة من قدام انت عندك لعبة مهارية عندك امكانيات في الفرقة حاجة محترمة عندك دكة تقيلة فانا انا لما بلعب اربعة وثلاثة والاثنين وما فيش فرود ويطلع هتضغط زيما انت بتقول بيوصلوا للجون فرقة المريخ النهاردة وصلت للجون كذا مرة هي دي النادي الاهلي اربعة اتنين تلاتة واحد ده النادي الاهلي اه في مطشين تلاتة في السنة ممكن نلعب اربعة تلاتة تلاتة بلعب الترجي في الترجي سان دا وينز مش عارف ايه